المعارك مستمرة لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي وآلاف المدنيين يفرون من الخرطهم تحت القصف فيما خلف القتال المستمر حوالي مئتي قتل في السودان سيرا أو في مركبات على الطرق التي تغطيها الجتت وهياكل المضارعات المتفحمة عبر آلاف السودانيين وسط أزيزي الرصاص ودوي القذائف خلال التراشق بين قوات الدعم السريع والجيش نقابة أطباء السودان أعلنت عن توقف 39 مستشفى من أصل 59 في العاصمة الخرطم عن العمل في حين المستشفيات العاملة في الوقت الحالي مهددة أيضا بالإغلاق نتيجة نقص الأطر والإمدادات الطبية والمياه والكهرباء ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة إيقاف العملية المسلحة التي طالت المرافق السحية في ولاية الخرطم مؤكدة أن العاصمة باتت تواجه انهيارا كاملا في القطاع الصحي العام والخاص وفي هذه الظروف الخطيرة يعيش السكان في حالة خوف من تعرض منازلهم أو عائلاتهم لأي هجوم محتمل ترجمة نانسي قنقر